السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مابل بنز من فرنسا عيد سعيد وعمر مديد وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله يكون سيامكم وقيامكم مقبول اليوم سنوظف هذا الفيديو لتحليل المشهد السياسي في تونس عبر قراءة تحليلية لمقال نشرة في تونسي نمريكا المقال هذا عنده كمام تيتخ بالفرنسية المقال هذا يخرج بالفرنسية وسنحاول أن نحليله بالعربية ونشوف المشهد السياسي عبر هذا المقال الغير موضوعي الذي يعبر عن تجاذبات السياسية في تونس بين الأحزاب العلمانية والعلمانية والأحزاب وحزب التجاه الأسلامي عنوان هذا المقال الإسلاميست أفولي بالموطة وفي السمس يوسف الشهد يعني ما خالي تجاه الواحد التيتر متاعه يضحك دونك الإسلاميست خايفين يرعشوا من يوسف الشهد القاعد يطلع كالنجمة بطبيعة نشوف ولا هو مقال ما فيش حتى موضوعية ومن علمان متاعه فيه دي بارتي بخي بوليتيك ما ناهي هو الدجاه لكتب المقال إنسان متحز والأكثرية أن هذا المقال يعتبر أن تنسى الناس مغفلين الناس بهايم ما يفهموش في السياسة وهو مقال يعني يتأسف عن الوضع في تونس لأن في تونس المشهد السياسي لم يعود مثل ما كان في 2014 المشهد السياسي لم يعود مثل المشهد اللي شفناه في 2014 لم يكن يعني لم يعد هناك قوة معادية للاتجاه الإسلامي نشوف أن كل الأحزاب العلمانية انتثرت كل الأحزاب العلمانية خسرت مصداقيتها وعندها يعني سن بيلان اتخي نيجاتيف المشهد السياسي اللي عنه الاتجاه الإسلامي القى روحوا وحده في الساحة قوية على الأخر والأحزاب العلمانية مندثرة أو أحزاب يعني مضادة للثورة مثل حزب عابير موشي كما قلت لكم المقال هذا ما عندوش حتى المصداقية نحاوله باش نقراوه باش نحللوه يحاول باش يلمع صورة الشاهد ويخليه معناه كنجم كبير إنسان يعني باش يكون مضاد هو القوة المضادة اللي باش يمعناه سلوي كيفا باغي لغوت لاتجاه الإسلامي وحنا نعرف أن البلون شاهد كنشوف غلاء المعيشة وسقوط الدينار والمشاكل الاقتصادية يعني اختراع جدا نشوفها في تونس يعني هذا المقال يحاول أن يلمع صورة الشاهد في اللواعي التونسي يعني الشاهد هو الرجل المنقض سلوم بفيدانسيال ألا بش يعني الذي سينقض تونس من براثين الاتجاه الإسلامي يعني هو الرجل المنقض هو الرجل اللي بش يطلع يعني بش يطلع كومين فلاش بش ينقض تونس من السقوط في السلطة الإسلامية وإحنا وإحنا نعرف يعني نصيب ولكن نعرف أنه كل هذا غلط ومغلطات لأن الشاهد هو الخلي الشاهد يعني يستمد القوة متاعه من حركة النهضة ومن الاتجاه الإسلامي لأنه يعني عامل تحالفات من قبل والاتجاه الإسلامي عامل على استقرار تونس على استقرار الحكومة حكومة الشاهد اعتبارا للانتخابات الجاية القادمة قريبا يعني هو حاول يعني هذا المقال حاول باش يصور الشاهد كالمنقض الذي سينقض تونس من الحركة الإسلامية يعني بطريقة يعني مضحكة وبطريقة مضحكة وبطريقة يعني اعتباطية السؤال الذي يطرح نفسه هو يعني ما هو هدف هذا المقال المزيف وما هي غايته في الحقيقة هو المقال هذا يعبر عن سياسة فرنسا في تونس لأن المشروع فرنسا في تونس هو الشاهد لازم لابد أن يربح الانتخابات الرئاسية مشروع المشروع المشروع الفرنسي للبرلمان التونسي هو يبعث يعني ثلث الأصوات للحزب الحركة النهضة وثلثين الأخرين للأحزاب العلمانية للأحزاب الصغيرة والأكثر يحاولوا مش ناشحوا أكثر نواب من حزب عابير موشي عابير موشي اللي هي يعني مش تكون المفاجئة الكبرى في نتاج الانتخابات تونس 2019 نحاول باش نقرأ شوي مهل المقال هذا الاسلاميست دناغا نصاف بلو دوني لاتات شاك جور لرامان دي سور بفرس مواجهر ينصاف بلو سور كي فوكاليزي ني كي أتاكي يعني دجا الجملة الأولى يعني تقتل بالضحك يعني الاسلاميست ضعوا أفولي ترمعات نجم ويعملوا حتى شي ضد طلوع الشي تطلع معنى كالنجمة النجمة التي تبهر الناس الكل دونك لك أمين جمال معنى أمين دي كسي يكون وعنى بشي ختم السببس سوف تل دوار سميفي دو عابير موسي كي لمن الس دي پير رفز او دو نبي القاروي يحبو دو يحبو لك يحبو يعبر عن مشهد يعني موتفررق مشهد كاوتوك هم حبون الكاوتو إلا الكاوتو ي приехamo عن عبد الموسي عن القروي عن جماعة الشاد عن جماعة التجال اسلامي التجال اسلامي مسكين حير كيفيش بشي عمل كيفيش بشي هايمن على الساحة السياسية نكمل نكمل للكل لو كو لزاعت اللي اللي المفتر اللي المفتر اللي Donc le coup qui les a assurné leur est venu de celui qu'ils croyaient avoir mis sous leur coupe et pouvoir maîtriser. Donc en fait le coup le plus fort ennemi كوكولوب العربيه في العين الكوب رجد من الع equally كنت يحمر فيها الغرف Leaf. في هذا الكمل ، الذي يشترونه يشهد على سيديه أعرف سيديه في بلجية تشهد وزيديه ويشهد ويشهد ومن التنسيه يرية في تنسيه ويشهد السياسي بها هذا الهزب الصغير الخرج من الفرغ السياسي بشي ماني بشي كون يعني إني مناس ماني شاهد أكوموسي يتعيطوني عددت جهد الاسلامي ثلاثما brand uses have been quite a month you find it's going to work on the vocabulary there is panic the force and fear then they have been quite a financial when they were when it's going to get a touch on the board du party it's going to be pronounced a discourse let's understand what this is now they're accused the patron dosis للتارع فترعش سي انكريابل معناه الحزب هذا خير خير يحاولوا بشي يلمعوا صورة الحزب الصغير هذا كأنه تهديد مباشر الاتجاه الاسلامي نكمل نقرأ نكملوا نقرأ هذا المقال المضحك نقرأ 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 محنشه اليوم السابق وكثبت نقرأ نقرأ سيئة لقد أنها أمريكو كبيرا وهو الغزب السحرون التي ستكون لديه رئيس وصفة لديه خارج الأولى والمجددات في التهيات السابقة لقد أنت وقت محبرة لتجار السلمان أن يكون لديه رئيس هزب السقرون وهو هو سبا أيضا لديه أموداء السابقة الموجودة في التجارس الأولى إنه كبيرا لديه إزالي للتجارس الأوسف موسيقى Donc Ainsi Que Leurs Déclarations Se sont Multipliées S vraiment Plutôt Comme Des menaces Des menaces Essues De la bouche De leur Cheikh سُمْتَيَرُ يَا كُمْ تَعْقَالِينَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المشهد السياسي في تونس أصبح فارغ المشهد السياسي 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 المشهد السياس أيضًا بمقالات بوليتيكة والبوبليكة لذلك هذا المقال يعمل في البروباغوندا البروباغوندا للحزب تحية تونس يعني الحزب هذا بيش يكبر بيش ولي كبير على الأخر بيش يكون القوة المضادة للحركة الإسلامية ما هي الخلفيات الإيدولوجية لهذا المقال؟ الخلفيات الإيدولوجية لهذا المقال هو أنه مشروع تحية تونس مشروع هذا الحزب العلماني هو مشروع فرنسي مشروع فرنسا لتونس لذلك مشروعها هو الشاهد يزمو يطلع رئيس الشاهد ما نهي إلي البخيفيغي دو ماكرون شوفنا احنا زيارة الشاهد لفرنسا وكانت زيارة يعني متى تسكية يعني ماكرون زكى الشاهد ماكرون بدأ العمل متاعه بالتسكية الأكثرية عندما زور يعني عندما أعطت الوزارة السياحة ليهودي تونسي صهيوني ويعني بيش تكون يعني بيش فرنسا تزكيك إزم تكون أولا مقابل يعني متاوع للصهيونية وقابل للتطبيع وتكون يعني محاب للصهاينة وأيضا تكون يعني فرنكوفونية يزم تكون يعني أيضا من أحباء الفرنكوفونية وتدعم يعني المصالح الاقتصادية والمصالح الثقافية لفرنسا في تونس يعني المشروع المشروع السياسي لتونس رغم يعني الديمقراطية مصرحية كبيرة عندما الديمقراطية هي آلية ومصرحية كبيرة لكن المشروع هو مدروس منذ سنوات في الغرف الظلام للمحافلة الماسونية يعني الشاهد لازم لابد أن يطلع يكون رئيس لتونس وبطبيعة أن هذا ساتقتات على فوتات البرلمان وبطبيعة أحنا فهمة يعني أحسن ما عملت تونس الثورة هي أنها حددت يعني نقصت من البوفار إكزيوكيتيف من متاع الرئيس يعني الرئيس ما عادش عنده نفس السلاحيات قبل مثل السلاحيات كما كان في تونس قبل الثورة يعني الديمقراطية التونسية هي يعني الديمقراطية التونسية هي نفس الشي كالديمقراطية الفرنسية هي مصرحية كبيرة لأنها توهم الشعب بأنه عنده الاختيار عنده الاختيار في اختيار رئيسه وفي اختيار الموابه ولكن المشكلة أن هؤلاء الناس المترشحين لم يخترهم الشعب ولكن هم يعني هما يعني مقترحين من طرف النظام يعني هو النظام هو اللي يقترح عليك هو اللي يجبرك يقترح عليك المترشحين هذن وانت يعني يعني المواطن يستعمل يستعمل حقه في الانتخاب لكن الانتخاب الناس اللي هما ما اخترهمش ناس يعني هما هما امبوزيب على السيستام هو النظام هو اللي خالي يعطيك يقول لك هاوك المترشحين هذن عندك خمسة ستة مترشحين تختار منهم واحد ولكن المترشحين هذن موصلوا بش يكونوا مترشحينه إلا من نظام زكاهم ونظام يعني اقبل عليهم على خاطر شافهم ناس يعني مقابلين لأفكاره ومقابلين للدجما متاعه وليدولوجيا متاعه يعني هذا نفس الشيء يعني الديمقراطية التونسية هي نسخة من الديمقراطية الفرنسية يعني سكونا بان انفوس انكوميدي انفوس ديمقراسي والنظام يعني يطرح عليكم المترشحين اللي هو ازكاهم وقبل عليهم وباش يكونوا المترشحين هذن مو زكين من طرف النظام لازم يقبلوا بالنظام السائد ولازم يكونوا في خدمة المصالح الامبريالية والاستعمالية وبالطبيعة القابلة للتطبيع مع القواء الصهيونية ولهذا يعني لهذا يستمر النظام يعني يستمر الفقر في البلدان الفقيرة في البلدان العالم الثالث ويستمر تستمر الرفاهية في بلدان الأوروبية الغربية وفي أمريكا لأنهم يعني أقاموا نظام أقاموا نظام يدعم استثمار واستغلال ثروات البلدان الفقيرة في صالح الشعوب الشعوب الأوروبية الشعوب الغرب الأوروبي وشعوب الأمريكية ويعني الانتخابات التونسية هي محاضرة من قبل ومثل ما يقول مثل التونسي خبزك مخبوز وزيتك في الكوز يعني نعرف النتائج بش تكون في صالح الشاهد وفي صالح بعض الأحزاب في الأخير أرجو أني كنت واضحة معكم بيداغوجية معكم في تحليل هذا المقال المقال الذي يستهزئ بالعقول ويدعم مشروع فرنسا في تونس وإن شاء الله في مقال آخر وفي مناسبة أخرى في فيديو جديد إن شاء الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته